أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات القيود والاعتداءات الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين وحرية أصولهم وأدائهم للصلوات والشعائر الدينية في سبت النور وعيد الفصح المجيد وعلى حرية العبادة والكنائس بما فيها كنيسة القيامة بالقدس المحتلة ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية المجتمع الدولي بمؤسساته وهيئاته المعنية لتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري للتصدي لهذه الاعتداءات الإسرائيلية ووقف هذه الجرائم المستمرة والمتمادية ضد المقدسات وحرية العبادة للمسيحيين والمسلمين